البعض يقول بأنه الوزارة عبارة عن بس تود سلات غداية وترجع ما راح شوف النحل قال بعض أنا ليش أطيك كل الأمور اللي تداول في الشهر أكتش معلومه؟ نعم أنا حقيقة أيضا كلمة يقال لكن أنا أقول صحيح فضل اليوم احنا ضمن نتعامل ضمن الممكن ومكانت المتوفرة احنا ما عدنا عصة سحرية لحقيقة لعودة نازح إلى حياة كريمة لكن ضمن الممكن بالتأكيد نحن اليوم حريصون على أن يكون المواطن يشعر كما تفضلت يشعر بالمواطن يشعر بالوطن اليوم أنا متأكد اللي يعيش في المخيمات فيه داخل الوطن هذا أمر معيب وهل حقيقة اليوم أنا حقيقة ضمن الوطن هل حقيقة نشعر نحن في وطن فيه نازحون وفيه مخيمات هذا حقيقة مخل هذا لذلك نحاول هذه القضية هذه الظاهرة وانا بصراحة أقول من خلال قناتكم استثمار النصر على داعش لا يتحقق إلا بإعادة النازحين مناطقهم بضبط ما هذا ما أنا ركزت بهذا السؤالي تحديدا نركزه بسؤالي يعني بعض الأماكن اللي اضطرت النازحين بالابتعاد عن بيوتهم مثل ما وضحنا بالبداية عن بيوتهم بسبب الأعمال الإرهابية ما بالإمكان الرجع بكرافانات ونقدر ندعمه براتب مهم والتفاصيل وهذا حقيقة ما سعينا من أجله ونحن حقيقة نضمن من خلال قناتكم أيضا النازحين أننا حقيقة لا نتردد لحظة أننا سنتابع حتى بعد عودتهم سنتابع أوضاعهم وكل عندنا فروع المحافظات ستتابع وهناك أسماء وقاعدة بيانات وإن شاء الله حقيقة نحن ضمن ما يمكن أن نوفر للناس وضمن الممكن لا نقصر في ذلك ممتاز إذن هذه رسالة لكل النازحين أهن في كل مكان يعني الفترة حد أخصى ستة أشهر أخصى شيء قد أخصى مع الوزيرين عنك كده تخش توقيت أشهر الشهرين القادمين إن شاء الله إن شاء الله لكن أعطي أبعد احتمال طيب لكن أتمنى أدهم كهرباء سيشوفون هذه الحلقة أو لا أكيد لا يتابعون أطمئن العراقي يصنع من لا شي شيء أطمئن والله العراقي خاص النازحين لأن الحلقة هم هم حقيقة يتابعون وأكثر متابعة من غيرهم